بدأ فعليا عصر صراع مالقة التكنولوجيا ولكن الجديد بأنهم بدأوا سباقا محموما لإنتاج وتطوير ذكاء الاصطناعي الذي أثبت شيئا من أهميته خلال الفترة الأخيرة جوجل رائدة محركات البحث العالمية أعلنت بأنها بصدد تطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة ستفوق قدرتها قدرة المنافذ الأبرز تشات جي بي تي بخمس مرات تقارير صحفية أفادت بأن شركة سيمي أنالا سيز المتخصصة في هذا النوع من التكنولوجيا قالت بأن منصة جوجل الجديدة يمكن أن تفوق قدرات تشات جي بي تي بعشرين مرة وأكدت بأن هذه الأداة يمكن أن تخرج إلى النور في نهاية العام المقبل معتبرة بأن تحرك جوجل في هذا السياق هو بمثابة استيقاظ للعملاق النائم في مواجهة شركة أوبن اي اي المالكة لتشات جي بي تي للنقاش أكثر معنا من عمان ينضم إلينا مؤسس ومدير مركز ريفليكت لتطور التقني رائد سامور سيد رائد أهلا بك معنا في منصات جوجل بدأت بتطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة كما ذكرنا تفوق قدرتها أحدث إصدار من منصة ذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي بخمس مرات بداية كيف تمكنت الشركة من تحقيق هذا التقدم يعني مقارنة مع تشات جي بي تي مساء الخير بداية الحقيقة يعني كيف تمكنت شركة ضخمة تمتلك المليارات وتمتلك الحالة المالية التي تمكنها من اجتياز مثل هذا الأمر الحقيقة الملفت في الأمر كله وفي الخبر كله أن الزمن المعرفي أصبح يعني يختزل من مائة سنة وخمسين سنة وعشرين سنة وعشر سنوات وسنة وشهر إلى ساعات الحقيقة والانتقال من تقنية إلى تقنية بشكل مباشر يعني خلال ساعات خلال أيام قليلة هذا ما يلفت النظر وهذا الحقيقة الصراع المحموم ما بين الشركات التقنية أنا أعتقد أنه في جانب محمود وفي جانب آخر خطير جدا وهو عمليا يعني يذكرنا بعملية الانتقال مثلا بالعسكرة من السيف والرمح إلى البارود ومن ثم الانتقال من البارود إلى المدفع والصاروخ ومن ثم إلى من الحرب التقليدية إلى الحرب النووية والآن نحن في عصر يعني الحقيقة حتى الحروب تدار من خلال الذكاء الصناعي وقرارات الحربية تدار من خلال الذكاء الصناعي وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا صراع المحموم بين الشركات سوف يوصلنا إلى مراحل متقدمة جدا من يعني راحة الإنسان وفي ذات الوقت صناعة الأزمات الكبرى التي يعني أنا أعتقد أنها من أخطر ما يمكن أن يواجه البشرية سيد رائد يعني تشات جي بي تي هو متاح للاستخدام العام يعني هذا الشيء ممكن هو يلي بميزه عن التطبيقات والشركات الأخرى برأيك هل الأداة جوجل الجديدة راح تكون متاحة أيضا للاستخدام العام لا أنا لا أعتقد ذلك على الإطلاق وإنما سوف تكون يعني متخصصة في مجالات بحث ومتخصصة في مجالات دولية يعني لا يمكن أن يمتلك مثل هذه التقنيات أفراد وهذا الخطورة فيه لأنه يستطيع أن يقوم عمليات توليد يعني طرق بالحرب الكيموية طرق بالحرب خلينا نسميها الجرثومية هذه المسألة مسألة خطيرة جدا يعني امتلاكها من قبل أشخاص والدخول والولوج إليها من قبل أشخاص أنا أعتقد أنه هذا خطير جدا وبالتالي سوف تبقى هذه التقنيات يعني داخل نطاق ضيق من الاستخدام الدولي فقط لأنه لكن لكن هنا كمان بالجانب الآخر يعني عمليا الجيوش الإلكترونية والمخترقين والهاكرز أنا أعتقد أنه كمان سوف يعني يحاولوا جهدهم للولوجي إلى مثل هذه التقنيات ومعرفة أسرارها ونحن نعرف يعني الحرب العالمية الثالثة القائمة الآن هي حرب رقمية مبنية الآن على الذكاء الاصطناعي والحصول على المعلومة من خلال يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي نعم يعني هنا سوف يحاولوا جهدهم سيد رائد ولكن السؤال الأبرز الآن هل برأيك ستستطيع جوجل فعلا توسيع جهودها ليشمل عالم الذكاء الاصطناعي المتغير والمتطور بسرعة باختسار لو سمحت مدام يمتلك البنى التحتية ومدام يمتلك القوة المالية الاقتصادية أنا أعتقد نعم أنهم قادرين نعم وعندما يتحدثوا عن الأمر أنا أقول أنه يعني الأمر بات وشيك ما بين الإصدار يعني حقيقة هذول لما بيتحدثوا عن شيء عن تقنية معينة وعن سرعة ودرجة قياس السرعة هنا لو بعشرين ثانية يعني أسرع بخمس مرات من جي بي تي هذه الدرجة درجة القياس هنا يعني حقيقة تثير الشكوك وتثير الاهتمام أيضا بذات الوقت حول أن هذه التقنيات الآن باتت جاهزة للاستخدام وإنما هي الآن فقط في طور التجريب شكرا جزيلا من عمان مؤسس ومدير مركز ريفليكت لتطورة تقنية رائد سمور